كما أعلنت وزارة الصحة خروج ثمانية مواطنين من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً وإجراء كافة الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 قبل خروجهم من الحجر الاحترازي ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 20 شخصاً بعد خروج 12 شخصاً في وقت سابق وفدت الوزارة أن المواطنين الثمانية الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي غالبيتهم من ضمن العائدين من إيران إلى جانب عدد ممن قدموا من دول موبوءة أخرى وضفت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتابعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع